موسيقى ياللي عودتي يا دايما نلغي كلمت مستحيل نحن بين عهدك يا غالي من شباب حر وقصيل نحن بين عهدك يا غالي من شباب حر وقصيل نبني من تبني على نسبة كل خاطر ألف مين بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم جميعا أبدأ الحلقة ببداية ربما غير معتادة كنت دايما بتكلم على الأنشطة اللي بتدور في مصر وفعليات الرئاسة ثم الحكومة ثم البرلمان ثم ننحو إلى الملفات الخارجية لكن ربما لدي تقريرين أو ثلاثة تقرير في غالية الأهمية يعني أردت أن أبدأ بهم هذه الحلقة لأنه هذه التقارير أو هذه الأخبار هامة ومهمة وبتمثل طاقة نور أننا نسير في الطريق السليم أو نسير على الطريق السليم وكالت بلومبرج بتقول في تقرير لها نشر أمس الجمعة السيسي بيقود أضخم عملية إصلاح للبنية التحتية والمعلوماتية في مصر وكالت بلومبرج الأمريكية بتقول أنه الرئيس السيسي أمر المسؤولين هذا الإسبوع بوضع ما وصفه باستراتيجية تسويقية مارينة فاكرين هنا في نفس المكان من حوالي إسبوع وكنا بنتكلم على اجتماع الرئيس مع رئيس هيد قناة السويس وبيقول طالب الرئيس بسياسة تسويقية مارينة دي كانت أهم شيء في الاجتماع أنه الرئيس يرى أنه جائحة كورونا أثرت على حركة التجارة العالمية حركة التجارة العالمية بتؤثر على إيرادات قناة السويس وهناك مشروعات منافسة لقناة السويس الرئيس ملوش دعوة بحد بنكلم على بلدنا قال لهم عايزين سياسة تسويقية مارينة وكانت بلومبرج لقطت هذا التوجيه الرئاسي وأشارت به وقالت الرئيس سيوجه المسؤولين بضرورة تبني سياسة تسويقية مارينة من أجل الحفاظ على تنافسية قناة السويس اتنين الرئيس بيقود أكبر وأضخم عملية إصلاح للبناء التحتية في مصر على مدار عقود من اللي بيقول بلومبرج الوكالة بتقول أنه رغم كل ما جرى في العالم من انخفاض حركة التجارة إلا أنه كل الانخفاضات في العوائد في قناة السويس 3% فقط وده بيمثل كفاءة في التحصيل وأن مصر لم تتأثر كدولة من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم تتأثر بأزمة كورونا بيقول كمان أنه الوكالة بتقول إرادات مصر من قناة السويس في 2011 ل2015 كانت حوالي 26 مليار بيقول من 2016 ل2020 بعد قناة السويس الجديدة زادت بنسبة 1.4 مليار دولار يعني معناها 1.4 مليار دولار يعني قد إيه؟ يعني حوالي حوالي 20 مليار جنيه مصري 20 مليار جنيه مصري ده في قد إيه؟ في فترة وجيزة جدا والأجيال القادمة على مدار 100 سنة هي تستفيد من هذه القدامة كلام ده مش كلامي ولا كلام البنك المركزي ولا كلام هايد قناة السويس ده كلام وكالة بلومبرج الأمريكية بتقول الوكالة كمان تشير توجيهات الرئيس المصر الذي قاد وما زال يقود عملية إصلاح كبيرة للبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد لا تكاد ترى منطقة إلا وبها إصلاحات بنية تحتية ده مين اللي بيقول وكالة بلومبرج الأمريكية إلا أن هناك حاجة مسة إلى فعل المزيد ويعمل المسؤولون على إنشاء مناطق صناعية واقتصادية بمليارات الدولارات على طول القناة والتي ستقدم مجموعة من خدمات التصنيع والمصانع والمرافق لدعم قناة السويس والمحافظات المحيطة بها في نفس الوقت بتقول الوكالة وكالة بلومبرج اللي العالم بيحاول أنه يلمل مشاهدات اقتصاده إلا أن الاقتصاد المصري ما زال يسير بسرعة مدهشة سرعة مدهشة وفقا لكل التقارير من كل المنظمات والجهات والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية تشهد أن الاقتصاد المصري هو أسرع اقتصاد من الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم أداء الجنيه كان رقم 2 على مستوى العالم الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة جدا اللي استطاعت أن هي تحقق نموا موجبا خلال فترة كورونا ده أول تقرير دون الدخول في تفاصيل التقرير الثاني تقرير سياسي على تقرير استخباراتي ونشرته كصحيفة الواشنطن بوست الأمريكي مسؤول أمريكي بيقول التكنولوجيا تزدهر في مصر والنظام الحالي يتجه للرقمنة ده مين اللي بيقول الواشنطن بوست المخال ده لكاتب كبير اسمه ديفيد أجانتيوس أجانتيوس بعنوان مصر تتقدم أو مصر تقدم لبايدن لغزا مألوفا كي تيمكن أن نتعامل مع دولة بحجم مصر ده مهم جدا الكلام ده مهم جدا 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 لأنه واحد من صناع صناع الرأي داخل الولايات المتحدة الأمريكية بيقدم رشدة لإدارة بايدن بيقول لهم مصر اللي انتوا عايزين تتعاملوا معها من فضلكم شوفوا مصر دي فين دلوقتي بيتكلم الراجل كلام مهم جدا بيقول لهم انتوا رحين تبيعوا وتقول لهم هو إنسان وتقول لهم ديمقراطية وتقول لهم مصر دولة بيتم إعادة بنائها من جديد وفي نفس الوقت اللغة التهديد مع مصر لا تجدي لغة المشروطية مع مصر لغة فاشلة ده ميلي بيقول لهم أحد صناع الرأي وصناع القرار صناع القرار اللي بياخد القرار الإدارة اللي بيصنعه ناس مراكز دراسات وبحوث في فكرة الباب الدوار النهاردة في مركز بحسي بكرة في السلطة ويطلع من السلطة يرجع مراكز بحسي تاني فيما نسميه ظاهرة الباب الدوار بيقول هذا الكاتب إنه مصر صديق مهم وحليف للولايات المتحدة ولديها حكومة قوية قوية ده مين اللي بيقول ده المسؤول الأمريكي بيقول نعمل بيقول مصر تعمل على تحديث بنيتها التحتية وبنيتها المعلوماتية من خلال سياسة جديدة على الولايات المتحدة أن تتفهمها بيقول دعونا نأمل أن يحقق فريق بايدن ذلك بشكل صحيح التعامل مع مصر يكون بشكل صحيح لأن مصر مهمة ما هو منطقي بالنسبة لي الرجل ده بتكلم هو المشاركة المستمرة والبناء على أرض الواقع يمكن إلقاء المحاضرات عن مصر من بعيد أو التهديد بحظر الأسلحة لإعطاء الشعور كما لو أن الحكومة الأمريكية أنجزت شيئا ما ولكن هذا النهج ينطوي على مخاطرة في تحقيق نتيجة خاسرة مع عدم إحراز أي تقدم في مجالات خاصة الحقوق الإنسان والأمن للبلدين بيقول جاءت علامة مبكرة على رغبة إدارة بايدن في دمج القضايا كلها مع بعضها البعض بتحالف مستمر واستراتيجي مع مصر عندما التقى قائد القادة المركزية الأمريكية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى القاهرة وهو المسؤول أرفع مسؤول أمريكي جزول القاهرة من الإدارة الجديدة وعزز هذا المكالمة التليفونية بين بلينكين وزير الخارجية الأمريكي وبين سيد سامع شوكري وزير الخارجية بيقول الكاتب بيتكلم بيقول وإن نقاش الدائر في واشنطن يركز على قضايا حقول إنسان غالبا ما يفتقد المراقبون هناك في أمريكا حقيقة أن الاقتصاد المصري يتصارع يتصارع بالسين مش بالصاد حتى في الوقت الذي لا يزال فيه النظام السياسي هو من وجه نظره بيقول أنه بيشتغل بشكل في نوع من الحدة في الإصلاحات بيقول المسؤول الأمريكي يتخذ فيه واحد مسؤول أمريكي في القاهرة بيبلغهم هناك بيقول لهم إن البلاد نمت بنسبة صحية قدرها نمت بنسبة صحية قدر لها 2.7% في العام الماضي على الرغم من وباء الفيروس التاجي وتزدهر أعمال التكنولوجيا حيث تنمو معدل سنوي 17% حيث أن النظام الحالي في مصر يفسح المجال أمام الرقمنة يقول المسؤول الأمريكي اللي مقيم في القاهرة وببلغهم بهذه المعلومات أنه هناك العديد من قصص التعاون الجيدة في مجالات التجارة والتعليم والمياه والصحة والأمن والقضايا الإقليمية ولكن هذه الجانب من الشراكة كثيرا ما يتم تجاولها من الإدارة الأمريكية تابع الكاتب الأمريكي الرئيس السيسي هنا يحتاج إلى تعامل خاص لأنه بيقود عملية إصلاحية لا نجد أثرا لأي تهديد فهذا الرجل قد مصر في فترة صعبة وقدم إنجازات على الأرض يصعب حصرها حتى الآن بيقول حقق إصلاحات استعصت على أسلافه حقق إصلاحات استعصت على أسلافه وحيث خفض الإعانات المقدمة إلى الطاقة وغيرها من الأساسيات شجع الاستثمار في البنية التحتية الجديدة والتنمية الإقصادية ويقول المدافعون أنه أجر أحرز تقدما في قضايا اجتماعية كانت غير مطروقة زي المسيحيين الأقباط في مصر وأصبحوا أكثر أمنا والحريات الدينية أصبحت أكثر إشراقا وحقوق المرأة في مصر أصبحت غير مسبوقة حيث يشغل 25% من مقاعد البرلمان نساء بيتكلم الراجل بيقول أن مصر خلال العشر سنوات القادمة ربما تصبح من أقوى دول العالم ولا تنجح حملة بايدن في مجال حقوق الإنسان اللي إذا كانت ترتكز على العمل المشترك والمحلي والعاقل ده يعني تقرير نشر في الواشنطن بوست والتقرير الثاني في البلومبرج الاتنين بيستندوا قوة الدولة المصرية الناس اللي بتكلموا مش فاهمين ومش عارفين وبيستدعوا من التاريخ ومن ذكرات التاريخ 2011-2010 مصر 2020 مصر 2021 هي بخلاف مصر 2011 قولا واحدا مصر ما جرى على أرض مصر واللي انتوا شايفين يا مصريين في كل مكان في كل بقعة النهاردة النهاردة كنت في إحدى المدن الجديدة وكان معايا واحد من المستثمرين وهو بتكلم معايا بنتكلم على الطريق احنا مشين في الطريق ايه الطريق العظيم بيخلي المسافة قليلة الكلام اللي انتوا عارفينه اللي احنا عايشينه كمصرين كل يوم الراجل قال لي فيلم عبقرية قال لي تعبير عبقري يعني ما جاش في المقحد قال لي انت بتقول ايه انت عملت تشيرح للطرق وتشيرح للمزارع والمصانع والجيش والتسليح انت بتشرح لحاجات احنا شايفينها قدام عينينا بتطلقا قال لي بس فيه حاجات بشو افضل بلاك بنا افضل تعبير قال لي اقولي اذا الرجل قال لي انت عارف محرك البحث العالمي جوجل بتطلقا قال لي مش ملاحق علينا بتطلقا يعني ايه قال لي محرك البحث جوجل اللي بيرسم الطرق والبنايات وبيرسمها كل اللي بيجدد بيعمل عملية أفضيت كل كم شهر كل فترة بيقول جوجل مابز بيقول محرك البحث دوت وبتاع محرك البحث على الخرايط مش ملاحق على التطورات الحاصلة على الأرض يعني التحديث تطبيقات جوجل مابز مش ملاحق على التطور الحاصل والحادث على الأرض بيقول لك بيصور من فوق طبعاً بالأكبر الصناعية بيتابع أول بأول لكنه بيحدث كل فترة يقول لك بيكون عنده الصورة المراضي وبالشغل أنت بيشوفوها في جوجل مابز لما تيجي تخش على أي تطبيق اللي هو بتاع التتبع وغيره بيقول لك أنه كل شوية بيلاحها جديدة إما بنايات يعني المبنى الأيقوني اللي في العاصمة الجديدة فعلاً والله حد بيقول لي كل يوم بيشوفه بتغير دين متغيرها كل يوم في جديد احنا كل يوم فيه صورة في مصر تتغير كل يوم اللوحة المصرية بيبقى فيها روتوش جديدة بيبقى فيها تغير جديد الخلاصة إنه المشروعات اللي تمت في مصر واحد بيقول لي بس فين الصحة والتعليم مثلاً يعني وأنا قلتها بكده وكتبتها تكلمت عن ما يدور في مصر في الصحة والتعليم واحد تاني بيقول لي حلو الكلام اللي تعملون من طرقه وكباري ومعب إيه وإيه وإيه وتعليم وغيره فين الصناعة فين إيه فين الصناعة أنا باسأل صاحب وقول لي هيا فين الصناعة صحية بقول قدام حضراتكم هي فين الصناعة هقول لكم الصناعة فين الصناعة في التقرير اللي النهاردة مجلة الوزراء مركز المعلومات طلق لنا مجموعة من الانفوغرافات في غاية الروعة والأرقام قبل ما أقف أنا هقوم أقف دلوقتي بس أبراهيم يعني إيه لأن أنا عندي دور انفلوانزة أحد مش كورونا الحمد لله متأكد يعني أنه الحمد لله ورجعت نفسي فأنا عندي انفلوانزة بس أنا مرضتشي أقعد في البيت لأنه يعني ما ينفعش احنا في وقت ما فيش فيه فرصة للراحة فأنا عندي برد شديد فأنا بعتذر لكم من رضاقة صوتي بعتذر لكم من رضاقة أدائي إن كان فيه أي رضاقة فتحملوني واخدوني على عيب النهاردة الأخ أبراهيم نفسي طلع بادري فأقول لي مش ساعة ماشي هقول لحضراتكم مجموعة أرقام من واقع انفوغرافات مجلس الوزراء النهاردة قبل ما أخش على الصور دي وعليت برئزنك قبل ما أخش على الصور دي عايز أقول له حضراتكم رقمين يعني أولا في عام 2014 سنة 2014 كان حجم الاستثمارات الصناعية في مصر تقدر بـ 357 مليار جنيه كم؟ 357 مليار جنيه حجم استثمارات صناعية في مصر سنة كم؟ 2014 مشينا 15-16-17-18-19 خمس سنين بنشتغل الناس مش شايفة ان احنا بنعمل صناعة؟ شايفين بنعمل طرق وزراعة وبنعمل مش عارف ايه وبنية تحتية وغيره كهرباء وطاقة ومية فاقوله فين الصناعة؟ بقولك 2014 كان حجم استثماراتنا الصناعية احفظ الرقم من فضلك 357 مليار جنيه النهاردة في 2020 942 مليار جنيه 942 مليار كانوا كم؟ الرئيس السيسي استلم البلد فيها حجم استثمارات صناعية بتلتمية سبعة وخمسين وثلاثة من عشرة مليار جنيه النهاردة في 2020 حجم الاستثمارات الصناعية في مصر 942 واربعة من عشرة مليار جنيه لو احنا شفناها نلاقي تم اضافة اكتر من 600 مليار جنيه حجم استثمارات صناعية ده رقم مهم جدا انت عرفه نسبة الزيادة في الانتاج الصناعي في مصر 164% معدل النمو في قطاع الصناع بس يعني معدل النمو في مصر كلها 3-4% كل مصر والكامل من الناتج المحل الإجمالي الصناع بس 6 و3 من 10% مساهمة قطاع الصناع في الناتج المحل الإجمالي 17 واحد من 10% يعني لو احنا نتجنا الإجمالي 7 تريليون اضربهم في 17% ده حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحل الإجمالي عندي في مصر في 2014 كان 35 ألف منشأة صناعية في 2014 استلامها الرئيس السيسي فيها 35 ألف منشأة صناعية النهاردة عندي في 2022 42 ألف منشأة صناعية يعني عندي عدد العمالة في الصناعة 2 مليون و300 ألف عامل تعالوا نشوفوا مجلس الزراء بيقول ايه في مؤشر أداء القطاع الصناعي اهو عندي نسبة زيادة قيمة الإنتاج الصناعي 163% زي مؤدت لحضراتكم كنا في 2014 357 وصلنا في 20 ل 942 كلام بيقولت لحضراتكم دلوقتي عندي زيادة السمرات في قطاع الصناعة 7 أضعاف الضعف 7 مرات 49 مليار جنيه زي ما حضراتكم شايفين عندي نسبة مساهمة القطاع الصناعي في نتج المحل الإجمالي 17 واحد من عشر في المية اللي بعد هو أبراهيم نسمحة عندي 19% في 2014 نسبة زيادة عدد المنشآت كانت عندي 35 ألف منشآت النهاردة عندي 42 ألف منشآت كل ده منشآت زيادة تمت في مصر خلال هذه الفترة عندي نسبة زيادة عدد العاملين في القطاع الخاص كانت 2 مليون في 14 النهاردة 2.3 مليون 2 مليون و 300 ألف عندي أراضي صناعية مرفقة تم ترحاها خلال الفترة من 14 إلى 20 48 مليون متر و 600 عندي أراضي صناعية تم ترحاها عبر خريطة الإسمار الصناعي بتلتاشر منطقة صناعية خلال 2020 14 و 18 مليون متر مرعب عندي 149 منطقة صناعية اجمالي عدد المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية 149 منطقة صناعية 149 منطقة عندي 14 و 9 من 10 ألف مصنع 14 ألف و 900 تضمنها تلك المناطق يعني دول بيعملوا كام 14 ألف منشأة وفرت 1 و 2 مليون مليون فرصة عمل عندي 13 منطقة صناعية جاري العمل على تنفيذها على مستوى الجمهورية توسع في إنشاء مجمعات صناعية الوحدات الصغيرة المدوسطة 17 مجمع صناعي اجمالي عدد المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية سبعتاشر عندي خمسة آآ و آآ خمستلاف ستة واربعين منطقة صناعية آآ مؤسسة صناعية آآ في تلك المجمعات وخمسة واربعين ألف فرصة عمل وفرتها لسبعتاشر مجمع الجديدين نعملناهم تلاتاشر مجمع صناعي من المخاطط إنشاءها وجاري الانتهاء منها آآ ست مجمعات تم التنفيذ عندي هذه المجمعات مرفقة فيها أربع تلاف تلتمائي سمعتاشر وحدة صناعية بتشغل تلاتة واربعين ألف فرصة عمل بعد أبراهن طيب أنا هي الصناعة دي اللي أنا بتكلم عنها وعملنا آآ كم ألف مصنع كانوا تخمسة وتلاتين ألف بقوا تنين واربعين ألف كان عندي الاستثمارات تلتمائة سبعة وخمسين وصلت ليه تسعمائة وتنين واربعين العظم اللي كلها جات إزاي جات صدفة يعني جات بتليفون جات بالقرار طبعا لأ جات بمجهود إيه المجهود؟ إيه اللي خلى الصناعة تطلع؟ إيه اللي خلى عدد المصانع يزيد من خمسة وتلاتين ألف إلى ستة واربعين إلى تنين واربعين ألف؟ إيه اللي خلى الحجم الإستثمارات الصناعية تزيد بهذا الشكل؟ إيه قاتل؟ واحد أهو الطرق والمحاور المررية عندنا طرق تم تنفذها في المرحلة الأولى والتانية أربعة تلاف وتنمية كيلو من سبعة تلاف عندي طرق تم تطورها خمسة تلاف كيلو طرق قديمة توطورها عندي كان محور حداشر محور زي محور المحاور اللي احنا بيمشي عليه محور مشير أحمد اسماعيل محور ضبعة المحاور دي محور تلاتين يونيو عندنا أحداشر محور على مستوى الجمهورية هذه الطرق والمحاور دي اللي وصلتني للمناطق الصناعية دي اللي وصلتني ليه المنشآت الصناعية الجديدة لو لا وجود طرق يعني أقول لك إذا كنت فقيرا فشق طريق إذا كنت فقيرا فشق طريق عندي أول حاجة الطرق يبقى أول حاجة عندنا الطرق تاني حاجة الطاقة الطاقة وصلت لنسبة اكتفاء زي مية في المية من الغاز الطبيعي ومية في المية من الكهرباء دي مدخلات الصناع يا جماعة دي العوامل اللي احنا قمنا قمنا بقومة الصناع المصرية يبقى أول حاجة الطرق اتنين الغاز تلاتة الكهرباء كل ده بقى مية في المية وضع النظام بيئي ملائم للنشارة الصناعية كمان البيئة أنا مش بقى صامنا عشان لوس البيئة كمان لا عندي أهو أكبر مشروعات التحكم في التلوث الصناعي على مستوى الشرق الأوسط المرحلتين التانية والتالتة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تلتمائة وخمسين اجمالي تكلفة مليار تلتمائة وخمسين مليون اجمالي دولار طبعا تكلفة المرحلتين حتى الآن عندي ميتين تلاتة واربعين منشأة صناعية تم تنفيذ المشروعات بها حتى الآن اللي هي بعملها تبقى صديقة البيئة واستبدال الوقود بالغاز يعني ببدال ما جيب مزود وغيره ما جيب غاز عشان ما فيش تلوث البيئة خمسة واربعين مليون دولار بكلف اهو تلتمائة واربعين واربعين عشان اعمل تحويل صناعات مصانع من مصانع ملوسة البيئة طبيعية تقليدية يعني الى مصانع صديقة البيئة وفقا للاقتصاد الاخضر اللي مصر دخلت عليها ابرز الاصلاحات لتحسين مناخ الصناعي اصدار قانون تيسير اغراءات منح الترخيص اطلاق اول خريطة متكاملة الاسمار في مصر تقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير ابراهيم يبقى احنا شفنا هناك ايه عندنا ايه شفنا عندنا الطرق وعندنا الطاقة وعندنا البيئة هنا بقى جول الدولة التنفيذ الصناعي عندي 22 مليار جنيه تكليفة خفض سعر الكهربة لانه انا بدي الكهربة للصناعة غير كهربة للكافهات عندي اربعة ونص مليار دولار سعر موحد اهو بخفض الاسعار في 22 مليار تكليفة وهنا اربعة ونص مليون دولار لتخفيض اسعار الطاقة على الانشطة الصناعية عندي كمان مدة تأجيل ثلاث سنوات ولا ثلاث اشهر مدة تأجيل سداد الضريبة العقرية المستحقة على المصانع ثلاث اشهر تأجيلات غير مسبوقة لصغر المستثمرين يعني دي كلها حوافز بدل المستثمرين عشان اشجع الصناعة منح تسهيلات اقتمانية بسعر عائد متناقض 5% لشركات المنشئات الصغيرة توسيع قاعدة المنتفعين 100 مليار جنيه تم اتحيتها عند اطلاق مبادرة في ديسمبر 19 في مارس 20 تقرر اضافة الشركات العاملة في مجال التصنيع الزراعي لاستفادة من المبادرة ابريل 2020 تقرر السمح لكافة الشركات العاملة في القطاعين التي يزيد حجم اعمالها او اراداتها السنوية عن مليار جنيه لاستفادة المبادرة 200 مليار جنيه اجمالي مخصصات المبادرة بعد مضعفتها وفقا للتوجهات الرئاسية عندي 1657 وحدة بسبع مجمعات صناعية جديدة منحت تيسيرات غير مسبوقة المستمرين بها 500 جنيه سعر كراست الشروط و 16 فترة سماح سداد ايجار الوحدات الصناعية غير يا ابراهيم عندي النمازج للمدن والمشروعات الصناعية اعمال اقول عملنا مشروعات من 35 إلى 42 ألف وحدة و عندي عمالة 2 و 3 من 10 مليار مليون عامل و عندي حجم مشاركة في الناتج المحل الإجمالي تصل ل 17 و 1 من 10 و عندي معدل نمو 6 و 3 من 10 و عندي كلامك حلو بقوله مؤشرات طيب ما تدينا مثل يا عم كده زي ايه و انت عمال تقول بس وتقوله ارقام و كده طيب تعال انا نديك نمازج اول نمازج موجود على الارض بالمناسبة مجمع الاسميدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة اكبر مجمع لصناعة الاسميدة الفوسفاتية والمركبة في الشرق الاوسط ده كلف 16 مليار جنيه اجمال لتكليف التنفيذ المجمع انا حضرته و حضرت افتتاحه و قلت لحضراتكم و انا اعلى على المكتب بتاعي دوت و ورتلكوا السور بتاعه كاملة يبقى هذا المجمع ده اكبر مجمع للاسميدة الفوسفاتية كنا بنستورد في اسميدة مبارة اسميدة فوسفاتية و ازوتية و غيره مبارة و بنصدر للأسف الفوسفات خام ب 40 دولار و تن و بنستورده مبارة ب 2000 دولار دلوقتي اكبر مجمع لصناعة الفوسفات اهو والاسميدة الفوسفاتية لان احنا بلد زراعي في المقام الاول بلد زراعي في المقام الاول يبقى عندي اسميدة الاسميدة بتصنع فين في اكبر مصنع في العين السخنة و انتو شفتوه لما الشركة كانت اعتقد الشركة بتابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو ابراهيم اسمه مجمع الاسميدة الفوسفاتية المركبة بالعين السخنة تابع لجهاز الخدمة الوطنية مشروعات قدم سلحة. ده عظيم جدا ده موجود جبنالكو يعني ممكن تلاقوه فيديوهاتي جبهان. ده اكبر مجمع فين? في الشرق الاوسط مش في مصر. مفيش مصنع بيو ضاهي في الشرق الاوسط. انا بطلوك امثلة بالصناعة. واحد يقول لي قاعد كده عمالي مش عايز اتكلم يعني يقول لك انت عملته في التعليم. فجبناله التعليم عملنا فيك. انت عملته في الصحة. واحد يقول لك يعمل بلد دي صناعي. انتم غير صناعة مفيش فايدة ما اتكلمنيش على طبعا للصناعة. بديك النهاردة جرعة بارقام بس ارجوك اتحملني. بقى المشكلة لما يجيب اقول لك ارقام وباشرح في موضوع الصناعة او الزراعة او غيره. يقول لك يا عم انت بتكلم في ايه? عم تتكلم كتير جدا يا عم. انت عم سيب الموضوع الضريبة العقرية وجاة اتكلم اهجيب لك اتدرع بقرد لقت حاضر. يقول لك عم سيب امريكا مع بعض. ونشوف. خلينا الان بلدنا فيها كتير ومحتاجين ان احنا ايدنا في ايد بعض عشان. على الاقل نعرف ايه بحصل في بلدنا. المشروع التاني مشروع مدينة الجلود بالروبيكي. وانا جبت لكه كتير جدا. اول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية اجنبية خمسة وستة من عشرة مليار جنيه. انتم يا جماعة الجلود صناعة الجلود في منطقة الجلود والروبيكي كانت قبل الروبيكي كنا فين? كنا فانينة الجلود هنا في مجرى العيون. في مصر القديم يا جماعة. جبناها لكم. طيب. المشروع ده مشروع متكامل بيئي. مشروع بيخدم البيئة. مشروع بيخدم الصناعة. وتصبح الصناعة بتاعة الجلود في مصر. مؤهلة للتصدير كمان. والاكتفاء الذاتي منها. يبقى عندي مشروع الاسمدة والكيموية والفسفاتية. وعندي مشروع الجلود في الروبيكي. المشروع التالت مدينة ضميات الاساس. اكبر تجمع صناعي. وانتو شفتوه طبعا. بخمسة ونص مليار جنيه. ده قيمة رأس المال. يبقى عندي مشروعات ستاشر مليار. وخمسة واحد وعشرين. وخمسة يبقى ستة وعشرين. يبقى سبعة وعشرين مليار جنيه. تلت مجمعات صناعية بس. انا بتكلم عن ناس اللي مش عارفين. انه احنا بتكلم على قاعدة صناعية بتبنى على غرار الستينات. بس بتبنى على على زي الستينات بقسس ادارة بيتابع بنفسه. وافتاد حقول لهذه المشروعات. انا بقول يا جماعة احنا عدد المنشآت الجديدة اللي اتضمت في مصر. في عهد الرئيس السيسي بس. من خمسة وتلاتين الف لاتنين واربعين الف. يعني كام? سبعة تلاف مؤسسة صناعية. سبعة تلاف مصنع بدناهم في ست سنين. سبعة تلاف مصنع. احنا بنعمل الف مصنع في السنة. يا جماعة ده مصنع بس باجمالي ستاشر مليار. وده مصنع بستة ونص بخمسة وستة من عشرة مليار. وده مصنع بخمسة ونص مليار دول تلات مصانع. واحد كيمويات فوسفاتية واحد جلود والتاني اساس. كل دي حاجات بتشغل ولادنا تشغلت كم مليون واحد. تعالوا نشوف تاني. هنا هو اه دوت واحد وعشرين الف فرصة عمل. واحد وعشرين الف فرصة عمل بباشر وغير باشر طبعا. ودوت اللي هو بتاع الجلود خمسة وتلاتين الف فرصة عمل. والمدينة خمسة وعشرين الف فرصة عمل. يعني هنا واحد وعشرين الف بيتة فتح. هنا خمسة وتلاتين الف بيتة فتح. هنا خمسة وعشرين الف بيتة فتح. من نتيجة القيامة الدولة بتلات مجمعات صناعية بهذا الحجم الضخم جدا. لو انت قلت واحد وعشرين وخمسة وتلاتين بقى كام? ستة وخمسين. ستة وخمسين وخمسة وعشرين كام يا ابني? حوالي حوالي خمسة وسبعين. كام يا ابني? واحد وتمانين. واحد وتمانين الف فرصة عمل بس نتيجة تلات مشروعات. واحد وتمانين. قل تمانين يا سيدي. تمانين الف بيت اتفتح. تمانين الف شاب اشتغل. تمانين الف بنت اتجوزت. تمانين الف بيت اتعمر. تمانين الف بيت اشتغل من تلات مجمعات بس دول. هم اساس وجلود وكيمويات بالاضافة الى الاكتفاء الزاتي ووفر اهدار العملة الصعبة اللي عنها. اكبر مصنع الالياف الضوئية في افريقيا وشكل اوسط. مصنع الياف الضوئية بالانس. وخنا رحت المصنع ده وكلمتكم عنه. كان المهندس يحيى رئيس هيئة قناة سويس. رئيس الهاية الاقتصادية في قناة سويس. يحيى زاكي. كان عزمنا مجموعة من الاعلاميين وروحنا ووسطنا لهذا المصنع مصنع الياف الضوئية. هذا المصنع باسماراته مليار جنيه قدام حضراتكم. اكثر من مليار جنيه. المصنع ده اكبر مصنع يعني اما مش في الشرق الاوسط هنا بيقولك في في الشرق الاوسط وافريقيا انا روحك المصنع ده مصنع بالمناسبة اختاع خاص. المصنع خاص. على فكرة. برا عشان الناس يبقى فاهمين. اه المدينة الاساس فيها كم كم ورشة وكم مصنع. كله اختاع خاص. مدينة الجنود بالروبيكي. كل الجماعة بتوع الجنود اللي في مصر. اللي كانوا هنا كله راح هناك. يعني انا بتكلم على قطاع خاص. مش بتتكلم بس على يعني حاجات الدولة عملتها الدولة بتدير الدولة بتصنع الدولة بتأسس بتعمل بينها تحتها بترفق بتدي للناس أكبر مصنع اللي هي في الضوئية ده قالوا لي أنه هم فيه ثلاث مصنع على مستقل العالم واحد في الهند واحد في البرازيل والتالي في مصر الألياف دي بيتصنع منها عشرات 40 40 أو 50 نوع من المنتجات على الأقل منها يعني زي ما يقول هنا هوات كابلات بيعملوا 4 مليون كيلومتر كابلات إجمال انتقى الانتاجية لمشروع سنوين لخدمة الأسواق الداخلية والخارجية أول مشروع صناعي زراعي متكامل للسكر والأكبر في شكل الأوسط اللي هو بتاع بانجر السكر مشروع انتاج السكر من البانجر بغرب المينيا فين حتة خدوا بالكم هنا في دميات أهو هنا فين ده في دميات دي في الروبيكي منطقة الصحرافية ما كانش حد عمره بيروحها هنا في دميات هنا في العين السخنة هنا في المينيا يعني كمان التنوع الجرافي لإقامة الصناعات وفقا لنظرية الاختار العام مش بالكوسة والواسطة وفقا لخريطة استثمارية بالعمالة فين محتاجين ايه لأكتر ثقرا ده مشروع السكر من البانجر بواحد نص مليار التكلفة الاستثمارية للمشروع وعندي قيمة الصدرات بتاعته مية وعشرين مليون دولار سنوين غيره أبراهيم عندي هنا بيتكلم على نمازج الصناعات أنا قلت لكم صناعة هناك ايه الأساس وصناعة الجلود وصناعة الأسمدة وصناعة الكبلات ودلوقتي صناعة الدواء صناعة الدواء في مصر واعدة وتتمتع مصر بخدرات تصناعية راسخة فضلا وجود مجموعة كبيرة من الأطباء والصدرات المنسين والفنيين المدربين تدريبين عالميا على المدى المتوسط والطويل سيرتفع الانفاق السنوى على الأدوية من المتوقع نمو الصدرات الدوائية المصرية لتصل إلى 280 مليون دولار عام 2024 وقد تنمو بشكل أسرع صناعة الأطعمة والمشروبات يبقى احنا قادة الدواء وقادة الأطعمة وقادة الأجهزة الإلكترونية كل دي نمازج للصناعات تتوسع صناعة البيع الأغذية بالتجزئة في مصر بشكل سريع من المحتمل أن تكون واحدة من أكبر صناعات في المنطقة من حيث القيمة اللي المولات يعني العودة للتدريجية الاستقرار الاقتصادي والسياسي ستجزب مستوى أكبر من الانستثمار في صناعة الأغذية والمشروبات في مصر تمثل مصر أحد أكبر القواعد الاستسلاكية في المنطقة عندي 100 مليون يا جماعة مع مكانية نمو طويل للأجل عندي 100 مليون صناعة الجزئة الإلكترونية مصر أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا بمجال الإلكترونيات نظراً لاندماجها في شبكة التجارة العالمية فضلاً عن أنها تمثل مركز لإنتاج تخدمة السوق المحلي والمنطقة قوة الشرائية في مصر متوقع أن يسجل السوق الاستهلاكي للإلكترونيات في مصر نمواً سريعاً عام 2021 مع تمكين هذا الاتجاه من خلال توسيع نطاق لقاح كورونا اللي هيؤدي إلى انتعاش سقة المستهلكين آخر حاجة أبراهيم طيب صناعة السيارة أنا بقول لكم على صناعات واعدة وإحنا اتحركنا فيها وموجودة على أرض الواقع والناس العمال والمهندسين والمستثمرين والصناء موجودين وعارفين لكن ربما احنا في الإعلام ما ما استناش هذا الكلام ما احنا بنشوف حاجات تاني بنشوف حاجات ممكن تكون يعني مش أولويات بس أنا بقول للناس أنا بشكر المركز الإعلامي في مجلس الوزراء عشان بينقلنا بس المعلومات طيب ممال اللي عمل الموضوع ممال اللي بنى وصنع وأدار واشتغل واخد قرار الحكومة وتوجهات سيد الرئيس وبقول هذا الكلام موجود على الأرض وبكرة إن شاء الله أولادنا وأحفادنا هم يشهدوا بهذا الكلام هيدعو لنا مش هيدوا علينا هنا صناعة السيارات من الصناعات الاعدة أهو من المتوقع استمرار نمو قطاع السيارات في مصر بفضل تحسن معنويات المستهلكين والشركات محفوظة بالانتعاش تحتفظ مصر بمكانتها كثالث أكثر الدول جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعمل إنتاج السيارات صناعة البتروكوميات غير السيارات ده احتياطات الغاز الطبيعي الوفيرة في مصر بتدفع صناعة البتروكوميات إلى الأمام ده بيزن النافسية ومصر عندها قطاع أسمدة راسخ اللي كلي تكون عنه في السخنة من شوية هيستسمح للحكومة المصرية للشركات الأجنبية بالإسمار في قطاع الأسمدة الفوسفاتية زي المصنع بتلعين السخنة قبل 16 مليار من المتوقع تمو قطاع البتروكوميات البتروكوميات بشكل كبير في مصر يفضل عن تمتع مصر بموقع جيد للتصدير البتروكوميات من مصر إلى أوروبا بقى عندي صناعة السيارات واعدة صناعة البتروكوميوات واعدة صناعة الأدوية واعدة صناعة الأساس واعدة صناعة الجلود واعدة صناعة الأسمدة واعدة صناعة الأغزية والمولات واعدة بشكل كبير جدا مصر عندها يعني مقومات عديدة لصناعة السيارات بفضل امتلاكها إحدى قواعد الانتاج القليلة في المنطقة وجود علامات تجارية عندنا وتتمطع تلك المنطقة صناعة الأجهزة الطبية زي صناعة الأدوية يعني عندي أدوية وعندي أجهزة طبية طبعا صناعة الأجهزة الطبية مصر تتمتع في سنك الصناعة بميزة نسبية بفضل مشروعات البنية التحتية اللي موجودة في مصر بلوقتي عندي دي اللي أنا قلته النهاردة لمحة سريعة على قطاع الصناعة في مصر وفقا للأرقام المعلنة والمتفق عليها مع الناس في البنك الدولي وستدون الدولي برقبوا هذا الكلام بقول من قطاع الصناعة في مصر عايزك تعرف أنه عدد المصاني اللي كانت موجودة في مصر 35 ألف من 2014 النهاردة 42 ألف دي أرقام مش عايزك تنساها عندي 2.3 مليون عامل من أيدي العاملة في قطاع الصناعة عندي 17% واحد من عشر من نتج المحل الإجمالي مساهمة قطاع الصناعة عندي صناعات وعدة والمستثمرين اللي برة والصناع اللي جوه لازم يشتغلوا وأنا بقول تاني وأنا بأتكلم كل اللي احنا بنقوله رائع جدا وموثق وحد يقول لنا عكسه لكن عايزين من وزارة الصناعة وعايزين من هيئة التنمية الصناعية مزيد من التدقيق في تشجيع الصناعة الوطنية الحقيقية احنا بقول كفاة استراد كفانة استراد عايزين نعتمد على الصناعة الوطنية عايزين نعيد مرة أخرى بهاء شعار صنعة في مصر ونحوله من شعار إلى واقع على الأرض ونعتزب صناعاتنا نلبس من مصامعنا وناكل من مصامعنا ونفكر لمستقبل ولادنا هنا في مصر احنا عندنا فرص يا جماعة مش موجودة في دول تانية خالص عندنا فرص عظيمة موجودة وبقول هذه الفرص أحسن دولة وأنا بقول هذا الكلام وأفضل دولة وأأمن دولة تقدر تسسن فيها هي مصر مصر أولا من ضيافة مصر بتقدر الغريب قبل القريب مصر دولة ما بتقولش فلوس حد أنا مش عايزة أتكلمه بقول دول كبيرة حطت فلوسها في أمريكا في البرصات في أمريكا وحطت فلوسها في البرصات في اليابان وحطت فلوسها في البرصات في بريطانيا وحطوا فوائد مالية وحطوا تم توقيع عقوبات بشكل أي كلام وتم توقيف الفلوس بتاعتهم والعوائد بتاعتهم وهذه الدول أو هؤلاء المستثمرين ما يقدروش يعملوا حاجة لكن اللي عنده استثمارات في مصر رغم إحنا عندي كان عندي صعوبات وكان عندي عقبات وكان عندي بيروقراطية وكان عندي ريتيك كان عندي الحاجات دي كلها بنعترف ديها وما زال هناك أثار لكن إحنا عندنا رئيس بيدفع الأمور للأمام بيتدخل بنفسه وأنا حضرت أكتر من اجتماع للسيد الرئيس مع المستثمرين في كل دول العالم بيروح بيقابل المستثمرين تعالوا ولو في حاجة نحلها لكم وبيقابل أصحاب شركات ورأس مالي الشركات أكبر من قصاد مصر والناس تقول لا إحنا بعد ما قعدنا مع الرئيس هنضائف استثمارات المصر هنخش سؤول مصري أنا بقول فرصة لاتحاد الصناعات والصناع والصناع الصغار والناس اللي بتاع الصناعات الصغيرة كله يتكاتف اللي جاي فترة الصناعة اللي جاي هي حقبة الصناعة وده كلمحة بسيطة على الصناعة المصرية فاصل ونعود أهلا بحضراتكم من جديد بمن الأخبار برضو الجيدة التي يجب أن نشير إليها والناس بعرفة برضو إيه إحنا اللي بيحصل النهاردة كنا في عام 2019 في مؤشر المعرفة العالمي كنا رقم 82 من 138 دولة يعني العالم كله 138 دولة من إيس مؤشر المعرفة العالمي سنة 2019 كنا 82 ترتيب مصر 182 رقم 182 من كام؟ من 138 السنة دي 2020 خلال سنة واحدة بس وصلنا رقم 72 تقدمنا عشر مراكز في سنة واحدة أهو مصر رقم 82 19 وثلانين 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 السنة دي آهو ودهب حضراتكم آهو والسن رقم كانت رقم كام يا ابني كانت ثمانين وثلاثين بقيت واحدة وثلاثين ويعني وهكذا يعني إن شاء الله إحنا كل سنة كده في مؤشر المعرفة بن عبدي بيقول الكلام ده برضو إحنا في مؤشر المعرفة العالمي كام إحنا 72 من مئة ثلانين وثلاثين بقول دي لأي منور اللي كان عامل تقرير بيقول انه روح وزب الغد وشوفوا الانه ايه مصر رقم مش عارف 137 من 138 بقول لأيمن نور وبقول لناس يا جماعة دي الارقام قدامكم وانا برضو يعني انا مش برد على حد انا بوضح مغلطات مقصودة المقصود منها احباط المواطن المصري المواطن المصري انت المستهدف عايزين يحبطوك وانا بقول تاني انه انا جبت لك في البداية ما قلتش الاهرام ولا الاخبار ولا الجمهورية قالت ولا قلت نشأة ولا سين ولا صد ولا اللي قال قلت لك بلومبرج بتقول اتنين والواشنطن بورستو بتقول دلوقتي بقول لك مؤشر معرفة العالمي بيقول احنا شغالين باعين الناس اللي برة اللي هما مش منصفين اساسا شايفيننا ازاي لانه اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى اللي ما يشوفش الشمس يبقى يروح يتعالج اللي بيحصل في مصر دلوقتي شيء لا يصدقه اقل وانا بقول تاني وقف محرك البحث جوجل مابس حائرا مش عارف يتابع والكلام ده مش كلام مش بجازف يعني وبقول اي كلام تقعير او كلام مجاملة انا بنقل ما اراه انا شخصيا والله 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 كلما مررت بمكان في مصري في اي حيطة هو اتعمل امت هذا كلام اتعمل امت هذا الكلام ده مش رأي بس رأي كل الناس خلينا اقول ان احنا في وضع استثنائي في عارض بناء دولة اللي بيكرهني اللي بيكرهنا بياشهد بهذا العدو قبل الحبيب شايف كده واللي مخلي العدو او الاعداء او انصاف هؤلاء البشر اللي شغالين علينا ليل ونهار اللي مخليهم في حالة ضيق شديد وحالة فرعانة فكرية كده ايه ان انت بتنجح ان انت بتحقق على الارض اللي هو مش قادر يعني كيف يخفي احد هؤلاء مثلا يقولك الاعلام الاعلام عندهم بيخلق واقعا مش موجود خيال يقولك احنا بص بنأكل الناس كل يوم الصبح جاتو مش عيش اي كلام موجود الكلام بقى اعلام جوبلز موجودين طول عمرهم موجودين وناس تانين بيكون واقع موجود فيه ديكتاتورية وفيه استبداد وفيه حكم الفرط زيادة تركيا بيحاول يخليها واحد من الديمقراطية يبقى بيلغي واقع موجود او يخلق واقع غير موجود ده اعلام معروف احنا هنا بنقول ايه وهما بالناس بتشتن فينا احنا بنقول ايه يا جماعة هو واحد من اتكلف المطفق هو لا طالع ماسك سبحة عملا سبح للدولة لا لا انا بقول يا جماعة يا اما رقم يا اما معلومة يا اما خبر يا اما صورة يا اما فيديو مش اقول الاعلام هو الاعلام ايه عبارة عن معلومة عبارة عن خبر وبعدين رأيه في الاخر انا بقول يا جماعة مصرح انا بقول اهو بوضوح شريط مصرح حققت انجازات حقيقية على الارض واجه اروح بعد كده اقول ايه كان في المية من معدل نمو كان في المية معدل بطالة كان في المية كازل مؤشرات بأنقل المعلومة باكثر من طريقة توضيح وتأكيد بالمناسبة وبعدين بعد ما اوضح هذا الكلام بجيب صورة بجيب فيديو بجيب المصدر بتاعي صحيفة اجنبية او وكالة اجنبية او غيره ما هو العجب في هذا يعني ايه با ايه اللي بيزع على الناس ويقولك والله الاعلام اللي اللي بتكلم بالرأي بس ما بتكلمش يا سيدي انا بتاع رأي يا سيدي انا برنامج بتاع رأي بس انا انا بقولك من فضلك لو عن لو عندي رأي غلط هعتزر عنه لاني انا جريء وجريء بمفيش على الناس باطعة اقدر اقول انا غلطان مش بيشتغل لحساب حد اتنين عندي وقائع وصور وفيديوهات ووقع شايفه بعيني انا انقل لكم ما اراه بعيني ولا انقل لكم ما سمعته بيقولك يعني كفى بالمرء اثمن ان يحدث بكل ما سامع انا بقى بقول لا انا مش عايز الاثام خالص لان ودعا للاثام في موضوع الاشاعة والموضوع التواصل معاكم لان الكلمة امانة وشرف الله هو الكلمة بقول الكلمة بتفرق بين نبي وبغي انا اخشى الله في كل كلمة بقولها امامكم وتاني باجدد العهد معاكم لن نقول هنا الا الحقيقة لن نقول هنا الا الحقيقة انا في اول حلقة في هذا المكان قليت على نفسي ووعدت واقسمت قسم غليض قال لا اقول معلومة خاطئة وقال لا اقول رقما خاطئا وقال لا اردد كالباب بغوات اي شيء كده وخلاص عشان رأيي كده على الاطلاق احنا بنمنطق كل شيء بنفهم كل شيء بنقوله لكن احنا طبعا في حالة من حالات القراءة الدائمة والمتابعة الدائمة وبنراجع وبنقوله وغيره وغيره حتى نصل للمعلومة احنا برنامج بنقول معلومات وبنقول اخبار بمعلومات واخبار موثقة من مصادرها فبالتالي فكرة محاولة التسفيه ومحاولة ربط ما نقوله على انه تطبيل او ما نقوله على انه نعمل مبالغة لا لا يعني اذا كان هناك محاولة لا ليه هز الصورة الذهنية يقولك يا عم دا بيقوله اي كلام فين اي كلام احنا بنقول معلومات موثقة انا بنشاول توقع الصناعة حد يطلع يقول لي انت غلطان يجي واحد خبير ولا واحد من الناس اللي هم النخب بالياهم يجي يقول لي انت غلطان هاسمع له يا عم غلطان فين تعال نشوف الموضوع انا قلت قبل كده انزل شوف بنفسك منفضلك واحنا بنلقي للناس ما بنخذعش الناس لأنه نسوقوا امالا كاذبة ولنسوقوا صورا وردية كاذبة احنا ما بنعملش سحر للناس احنا ما بنعملش للناس بنقول للناس ان فيه جرافيك لا احنا بننقل لارض الواقع شيء ملموس قدامنا حصل تحقق فلازم تثق بنفسك تثق بامكانيات بلدك تثق في القائمين على الامر علشان هم عايزين يعقق تاني هدفهم الاساسي يعقر مزاجك يقرفك يشككك خليني لسه اروح مع حضراتكم سريعا الى سيد الرئيس النهاردة كان عنده اجتماعين تلت اجتماعات تلت اجتماعات سيد الرئيس اجتماع الاول كان مع وزير خارجية الكويت الشيخ احمد ناصر الصباح يحمل رسالة من امير الكويت الامير نواف الاحمد هذه الرسالة بيسلمها رئيس وزير خارجية وكان حضر اللقاء السيد سامح شوك الوزير خارجية المصري والرئيس استقبل وزير خارجية الكويت وتلقى منه الرسالة اللي جاء من الامير وتكلم عن الاقات المميزة بين مصر والكويت شعبا وحكومة طبعا ودور الكويت المثمن والمقدر في العمل العربي المشترك خاصة موضوع المصالحة الرئيس شاكر وزير خارجية الكويت ودولة الكويت على جهودها الصديقة في المصالحة العربية ودورها الصادق بصرف النظر عن النتائج ومصر دايما دولة بتنظر الى اللحمة العربية ومصر دولة بتنظر دائما الى التجاوز على اخطاء ان كان في اخطاء لكن مع وضع الامور في نصابها لس شغالين يعني كان سيد سامح شوك الوزير الخارجية في اكتر من تصريح اتكلم في خارجية اهلت ان احنا في وفد مصري موجود في الكويت يقعد مع وفد قطري بتكلموا في ايه بيتابعوا وشوفوا عملوا ايه في الفترة اللي فاتت ورايحين فيه هل تنجح هذه المصالحة وهذه الجهود عالم تستفهم معرفش هل تنجح انا معرفش هل تفشل برضو معرفش طيب احنا عايزينا تنجح ولا عايزينا تفشل بالتأكيد عايزينا تنجح اي حد عايزينا تنجح ليه لانه لو نجحت لان احنا مش عقول شروطه بالشروط احنا عندنا اتعورنا وتوجعنا واتخبطنا اكتر مرة من نتيجة دعم القطريين للجماعات الارهابية واحتضانهم لرموز واصنام الارهابين موجودين عندهم مفيش جزيرة شغالة له نهار حتى هذه اللحظة طب نعمل ايه ده الكلام ده بيدرس وبيتابع بين اللجنة العليا المصرية مع اللجنة العليا القطرية وهنشوف ونتابع ومصر ما عندهاش اسرار بتقول للشعب الشعب اللي زي بيعرف كل حاجة في مفاوضات جارية الان بين مصر والقطر فين في الكويت لا عندنا ولا عندهم في الكويت وده حل كان كويس جدا النهاردة وزير الخارجي الكويت كان موجود بيحمل رسالة الى الرئيس السيسي واعتقد دار حوار حول هذا والرئيس شاكر الكويت ودورها في موضوع المصالح النهاردة ايضا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قام باستقبال كل من الدكتور مصطفى مددور رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات هو أنت أحمد زاك عبدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة والواق يهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية والواق ياسر أبو مندور مدير إدارة النظم المعلومات للقوات المسلحة سافر بسام المتحدث بالاسم الرئيس الجمهورية قال أنه تناول اجتماع استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة إيه الموضوع بشأن عندنا حي حكومي في كل الوزراء ومجل الزراء فين في العاصمة الإدارية الجديدة وزير الاتصالات ورئيس الوزراء والناس المعنيين بالأمر الرئيس بلهم الرب والرقمنة ومصر التكنولوجية فين وصلنا فين كل شيء مختص لأن العاصمة عاصمة إيه؟ أو أتنسى عاصمة زكية عاصمة رقمية أول عاصمة رقمية في العالم أول عاصمة رقمية وتكنولوجية في العالم أول عاصمة زكية في العالم العاصمة الإدارية الجديدة النهاردة الرئيس بيناقش بيتابع بيشوف بيتأكد كل شيء في مكانه الساعة بتاعت الإنترنت سرعة الإنترنت كل الأماكن الرقابة المراقبة المتابعة كل شيء ده كان اجتماع السيد الرئيس النهاردة مع اجتماع الأول بحضور رئيس الوزراء الاجتماع الثاني سيد الرئيس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار سيد تولي التخطيط العمراني واللواء كان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة للنسية واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة للنسية لمشروعات واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهيئة للنسية والعميد عبدالعزيز الفئي مساعد رئيس الهيئة للنسية لتصميمات الطرق انتوا عرفين أنا ممكن أقول سيد الرئيس ومجموعة لكن يا جماعة نذكر أسماء الناس دي الناس دي يستهل كل خير الأسماء دي بتشتغل ليل ونهار الأسماء دي الناس المحترمين اللواءات دول اللي بيعكسوا إخلاص مؤسسة عريقة المؤسسة العسكرية في التعامل والبناء والمساندة للقطاع المدني يستحقوا منا كل شكر وكل تقدير مش بتسلها بقول أسماء فعلا بكون قاصد أقول اسم كل واحد واشكره والله واشكره لأنه حتى الرئيس عند الفتاح السيسي في كل مناسبة بأدب جم ومسؤول مسؤولية حقيقية بيشكر الناس الناس اللي اشتغلت يا جماعة اشكروا من أجرى الله النعمة على داي ولا ناشكر الله من اللي مشكر الناس نشكر الناس كله هل عمل حاجة لقوله متشكرين احنا فضيلة الشكر زي فضيلة الاعتذار وفضيلة التسامع الفضاء اللي راحتنا عندنا كلنا عموما مش عايزة حول موضوع الوعز يعني النهاردة الرئيس قعد مع هؤلاء وتكلم على أربع موضوعات الحي الدبلوماسي وأصالنا فيه الغالث فيه اتنين الحي الحكومي تلاتة مدينة الخيول العالمية مرابط اربعة مركز مصر الثقافي الاسلامي تابع الرئيس مع السادة الحضور معدل للانجاز والخطوات النهائية قبل الانتقال الى العاصمة اللي دارية الجديدة في هذه المشروعات الاربعة كما تحدث السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية طبعا انتو مش عايزة بس انسى مبارح الجمعة احنا بنصحى برضو من نوم عصالة كده نعرف الاخبار ايه الرئيس بيتابع بنفسه كل الانجازات او المشروعات بيتابعها وشوف ويتفقد في منطقة شرق القاهرة مرة في غرب القاهرة مرة على محور ضبع مرة فين طريق السويس طريق اسماعيلية الرئيس كان بيتابع مبارح الموقف التنفيذي المحور شينزو ابي المروري محور شينزو ابي شينزو ابي ده مين هو ده رئيس وزراء اليابان السابق هذا الرجل كان صديق مصر وراجل عظيم جدا فاحنا كرمناه باطلاق اسمه على المحور المروري زي المشير احمد اسماعيل والاخيره هو سيد رئيسه هو على محور شينزو ابي اللي بينقل الكتلة المرورية في شرق القاهرة لتسهيل عملية المرور وتسهيل عملية الانتقال لانه الموضوع مش موضوع ان احنا بنعمل كباري وبنعمل محاور مرورية وخلاص احنا مش بدرمي فلوسنا كل حاجة مقدرة مخططة مرتبة بعيس انه نقضي على الزحام التاريخي الموجود في القاهرة القاهرة كانت عبارة على شرق كباري وشرق انفاء مستحيل القاهرة كانت ينفع تستوعب فلذلك كان قرار نقل العاصمة وخلق كيان جديد يستوعب بالادارة الحكومية ده كان قرار استراتيجي صائب بالنسبة 100% خليني اطلع فاصل ونرجع بعد قليل اهلا بحضراتكم من جديد معلش بطلع فاصل كل شوية لانه يعني بحاول يعني متماسك امامكم يعني طبعا نهاردة كان امتحان النقل فيه السنوي اولى سنوي وتاني سنوي اعتقد وحصل يعني في الامتحان الامتحان اوبن بوك الكتاب مع الولاد وفي الامتحان وبيعملوا على التابلت طبعا عما نبدأ نرتب الموضوع ويعني فيه حصل تأخير شوية فبسرعة الناس السيستم واقع والتابلت والامتحانات والدينابيزة التعميم كارثة يعني كارثة وخطيئة في كل احوال التعليم وزارة تعليم قالت مدى الامتحان اللغة العربية التطورة بتصف الاول السنوي تعودهم يعني فيه مرورنا في الكلام والناس راحت لو حصل مشكلة في النت مشكلة في السيستم مشكلة في يعني غيره ده كله احنا بنتدرب وبتجاهز وبنرتب عشان عندنا وطبعا الموضوع ده ما اشتغلش من شهر يناير اللي فات قبل كورونا كمان عموما يعني قالك تم حل المشكلة وما فيش اي مشكلة يعني في هذا الامر الوزير طبعا الوزير الوزير محترم الوزير طريق شوء وهو قال تأملات ورسائل خاصة بامتحان الصف الاول لتسنوي يقوم السبت 27 فبراير 20-21 قال نجح قرابة 90% من الطلاب في اداء الامتحان والنسبة دي اكثر من نصف مليون طالب يعني قدرنا النهاردة نمتحن نصف مليون طالب على التابلت 90% نجحوا اتنين تعبير سقوط السيستم يعود على على ان المنظومة باكملها لم تعمل يعني اللي يقول السيستم وقع يبقى المنظومة وقعت طب ازاي ازاي انا امتحنت نصف مليون كلام متناقض طبعا يعني كلام بتاع سقوط السيستم متناقض مع الواقع الوزير بيوضح يضيف الوزير قررت الوزارة اعتبار كل طالب اهو كل طالب حضر لجنة الامتحان وقبلته صعوبات تقنية ناجحة في امتحان اليوم خلاص عشان بس اولاد امور ما يتضيقوش وعشان خاطر الطلبة ما تحتقنش لانه الوزير حطت سلوجان كده من الاول متعة التعليم يا جماعة عايزين الولاد يتعلموا عايزين التعليم والتعلم مش فكرة الامتحانات انتو مش عايزين فكرة الهاجز بتاع سنو عامة عزمان والامتحانات والعيال ومستقب العيال يا سيدي مستقب العيال مش مرتبط الامتحان النهاردة انت زعلان يا سيدي اه نجحوا العيال خلط مبروك كل العيال بتعقولها سنة والنهاردة والبنات والولاد النهاردة كلهم نكحين كلهم نكحين يا سيدي يا ابراهيم بيقول لي يا سيدي السنة العامة السنة العامة لها حسابات اخرى بقول تاني ده تدريب السيستم منجربه الاجراءات الليجيستية منجربها بنعمل وفي الاخر خلاص برضو الدنيا ما تغرقتش يا جماعة طول عمره بنعمل سنة العامة بدقة شديدة وبتصرب الامتحانات وسرق الامتحانات والعقال بيخشوا كليات يعني احنا كان منظومة التعليم كانت بايزة لما اجل يصلح التعليم استحملوني بقى شوية يا جماعة لما يجي نزبط التعليم ونصلح التعليم هو حد كان يتخيل ان فيه امتحان والكتاب مفتوح ده كان زمن شطط حد يتخيل عندي امتحان ومعايا تابل تعمل الشغل عليه وبعرف النتيجة دلوقتي يا جماعة ده كان احنا في احلام بس مشواخدين بالنا انا بقول ومن غير ما حد استطلنا كلام اللي بقوله بقول ان احنا بصدد اصلاح منظومة التعليم بشكل جزري الاصلاح ده زي زي التعليم في اليابان والمانيا بنشتغل وبنعمل وبنتعلم لغاية ما نوصل للنموذج اللي احنا عايزينه المثالية بقول النهاردة انتوا الاهالي اوليها الامور زعلنين عشان السيستم ما كانش مزبوط في البداية او كان فيه شبكة ضعيفة او غيره انا بنتي في قولها سنوي بالمناسبة انا بنتي مريم في قولها سنوي والله انا انا معرفش عاملت ايه ولا سألتك كلها طلعوا الحاجات دي يعني مموتها بتقوم بيها لكن انا فعلا دولات لسه أري الكلام بقول لبراهيم اه ده النهاردة كان مريم عندنا امتحان سنوي بقول لسنوي بس انا بقول ايه احنا ليه نقلق يا جماعة ما هو الراجل قالتا بدونا فرصة طب انت العيال الولاد اللي حضروا الامتحان بسعين فيما نجحوا طب اللي حضر ومسك الجهاز واشتغل دخل عليه نجح خلاص اه انا بقول مبروك لطلاب اولى سنوي النهاردة كلهم نجحوا من 2% اللي حضر وحاول وفتح الجهاز واشتغل نجح حتى لو اتأخر او حل يعني في الاخر يعني عشان تعرفوا ده يا رسالة ايه مش موضوع ان انا بدي يعني بعوض الناس لا الموضوع عايزي طم فلسفة الوزير وبتكلم عايزي طم منكم الفكرة مش فكرة منتحانات الموضوع مش موضوع منتحانات الموضوع ببساطة هو عبارة عن ان احنا بنغير السيستم بنغير النظام بنغير الطريقة بنغير طريقة التفكير عموما يعني انا ده كلام الوزير الوزير صراحة بسرعة قال لك اهو بيقول لم نستخدم الخوادم بالمدارس لاسباب تقنية ولوجستية سوف يتم ادخالها في الخدمة اتباعا هذا العام ارجو ان نتعامل جميعا بهدوء لان الوزارة تبزل جهدا هائلا لاتمام الامتحانات اثناء الجائحة كورونا ونتذكر واوقفت العالم كله وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة ابنائها الطلاب ولن نسمح بدرر لطالب واحد ولنتذكر جميعا ان هناك الكثير من المتربصين بالدولة المصرية والتعليم المصري والذين يسارعون لاثارة البلبلة والمخاوف املا في ايقاف مسيرة التطوير والله المستعندمين الدكتور طرق شوقي انا بشكولك الدكتور على سرعة الرد عشان نقفل الباب بتاع هذا الامر تعالوا بقى من من موضوع التعليم وتطمين ولادنا الى موضوع في غاية الاهمية وموضوع قانون اسموه القانون يا ابراهيم قانون التصرفات العقارية اللي احنا كلمنا في الاسبوع اللي فات وجبنا الرجل رئيس مصلحة الشارع عقاري يتكلم وجبنا مستشار وزير بتاع الدرايب مستشار مصلحة الدرايب يتكلم وشرحه وسألنا الاسئلة اللي بتدور والى الاخير طبعا القرارات واللغط اللي حصل واحنا قدنا حتى ننشر على الرجل احنا مش فاهمين فاهمنا الى الاخيره كان فيه لغط حصل وسوشال ميديا تكلمت ورود افعال من اللي بيقيس رود الافعال الدولة باجهزتها وكامل الاحزاب الجديد النهاردة اللي انا مبسوط منه حزب مستقبل الوطن تنسيقية شامل الاحزاب حزب حماوات الوطن الناس دي ناس سياسيين موجودين في الشارع بيستقبلوا معلومات ارى مواقف غيره اهو حزب مستقبل الوطن طلع بيان بسرعة تابع حزب مستقبل الوطن بمزيد من الاهتمام ردود الافعال الوسع والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل العقارات والقرب بشار العقار واتساقن مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري والتزاما من جانبه بان يكون دائما على عهد بتمثيل صوت الشعب وساعيا دوما صوب تحقيق اماله وطموحاته يعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري مستهدفا التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري ويأتي قرار الحزب متماشا مع سيد رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل اللي صالحهم وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية ده بيان مين؟ ده بيان حزب مستقبل وطن وبسرعة كان فيه عندنا بيان تاني من التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بنفس القصة أنه تعلن تشكيل لجنة للاستماع إلى الأراء المتباينة للوصول إلى الصيغة النهائية حرار المجتمع بيستهدف تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية ده طبعا ده استجابة للمواطنين سواء من تنسيقية شباب الأحزاب أو من حزب مستقبل وطن وكذلك حزب حماة الوطن بنفس الطريقة الأحزاب أيدت المقترحات تحت مستقبل وطن وتشارك في الحوار المجتمعي الشعب الجمهوري أيد التعديلات بيقترح حزب مستقبل وطن على التسجيل العقرات ورئيس برلمانية الوفد بيقول الهيئة البرلمانية الوفد استعمل على تعديل قانون الشارع عقاري بشكل جوهري ولا يكون عبء على المواطنين حزب الحرية يعلن تقديم تعديل تشريع قوانين الشارع عقاري للبرلمان التعديلات تستهدف الحفاظ على حقوق المواطنين والخاصة وحقوق الدولة ومتلكات يعني فزعة حزبية هبة حزبية تفاعل حزبي رائع جدا يا جماعة يعني أنا والله سعيد بما أرى الدولة طلعت أو الحكومة قدمت مشروع البرلمانية وفق عليه خلاص قالك هيبدأ من 15 الناس قايتلقى يا جماعة ده معناها حيوية المجتمع حيوية المجتمع حيوية المجتمع وأن الدولة تستمع إلى المواطنين وأن الدولة ترى أنه فيه هياكل سياسية موجودة زي الأحزاب والتنسقيات والنواب والمجالس النيابية تخيالوا الحكومة قدمت القراءة المشروع والمجلس وفق عليه خلاص يلا كان زمان ادرم رسك في الحيطة يا حبيبي كان زمان محدش يدرع الدولة دلوقتي يقولك لا الدولة بتستمع مكونات الدولة المواطن والنائب والبرلمان والأحزاب والحكومة وغيره وإحنا بنتكلم إحنا بنقول لكم كل ما يدور أنا تأكر قدرنا هذا الموضوع جدنا المختصين يتكلموا أنا وأنا أعب أتكلم بسأل الراجل زميلي في الكنترول مش فاهمين إحنا مش مستراحين إحنا غيره الأحزاب عندما تأخذ هذه الخطوة فهي خطوة مقدرة ومثمنة منا جميعا كمواطنين وبنقول تاني أنه هذا بيعكس حيوية المشهد السياسي في الدولة المصرية خلينا نروح مع حضراتكم إلى تقرير حكومي أمريكي خطير وسري لكن تم نشره في تم نشر هذا التقرير في صحيفة نيويورك تايزم الأمريكي التقرير الأمريكي الخطير أنا بصفه أنه خطير ومهم جدا وإحنا مش مركزين أوه عليه بس هو مبارح التقرير مش مبارح أسألوها مبارح التقرير التقرير الأمريكي بيقول مسؤولون أثيوبيون قادوا تطهيرا عرقيا في التقرير التقرير السري للحكومة الأمريكية قال إن مسؤولين أثيوبيين ومقاتلين في فصائل مسلحة اللي هي الأمهرة قادوا حملة ممنهجة للتطهير العرقي في إقليم التقرير شمالية أثيوبيا الذي مزقاته الحرب قالوا إنه فيه ثلاث جهات قاموا بمسبحة بشري منهم الجيش الأثيوبي قوات الأمهرة من قوات الأمهرة؟ أحد المكونات الأساسية في الجيش الأثيوبي اللي بيكرهوا التجري اللي هم بالمناسبة حلفاء أبي أحمد اللي هو مرات أبي أحمد من الأمهرة يعني أبي أحمد هم نسائب أبي أحمد الأمهرة يبقى الأمهرة والقوات الأسيوبية مع قوات أريترية هم دول اللي ارتكبوا مجازر ضد التجري تبقى لمين؟ للتقرير الأمريكي السري اللي نشرته الواشنطن نيويورك تايمز قالوا كمان في التقرير الصحيفة قالت أن الوضع المتداور في إقليم التجري يمثل الآن أول اختبار لبايدن إفريقيا الاختبار الإفريقي الأخطر لبايدن وإدارته هو المزابح العرقية وتطهير العرقي الذي شهدته أو شهده إقليم التجري على إيد من الأمهرة؟ القوات الأثيوبية والقوات الأريترية اتكلم كمان التقرير قالوا في مكالمة هاتفية كانت بين بايدن وبين الرئيس الكيني والرئيس الكيني يوم الخميس آثار بايدن أزمة التجري وناقش الرئيسان الكيني والأمريكي تظاهر الأوضاع الإنسانية وأزمة حول الإنسان في إقليم التجري والحاجة إلى منع وقوع مزيد من الخسائر يبقى الرئيس الكيني كمان كلم بايدن وقال له عم الموضوع فيه كذا كذا ولكن حتى الآن يتردد بايدن ومسؤول الأمريكيين في توجيه نقد علني لسلوك رئيس الوزراء الإتيوبي وده برضو سلوك غير مفهوم من أمريكا ليه وقفين ومحلك سر تجاه أخطر قضية للتطهير العرقي في إفريقيا في إقليم التجري وعندهم كل أوروبا اعترفت بهذا وقفت المعونات أمريكا وقفة مترددة تقف ترددا خجولا أمام هذا الموضوع وإحنا مش فاهمين ليه حتى الآن لكن هناك ضغط وتوجيه وهناك نقد علني لأمريكا وموقفها وقال لك هذا أخطر وأهم وأول اختبار لإدارة بايدن الإفريقية وكمان مبعوش التحدي الأوروبي قال إنه الموقف في التجريه خارج السيطرة خلاص وقالوا إنه جرائم حرب محتملة أثيوبيا طبعا رافرت هذا الكلام قالوا الكلام ده كلام فارغ ده إحنا ما لقتلنا ولا ضربنا هم ماتوا لوحدهم ده الإثيوبين قالوا إحنا ما كناش الجبنة هي الجبنة بتاكلت لوحدها يعني والجرائم الحرب اللي حصلت من أول 4 نوفمبر الماضي ده طبعا ده تدخل مساندة إريترية ومساندة ممهرة للقوات الإثيوبية المنهكة أصلا خلصوا على الناس الموجودين في قليم التجري لكن في حاجة خطرة جدا قالوا إن الجنود الأريتريين ارتكبوها الجسس اللي في الشوارع ناس ماتت كتير جدا مئات وألاف ماتوا في الشوارع فأهل القليم التجري عايزين ياخدوا الجسس يدفنوها فمرضوش وأخيرا سمح جنود الأريتريين والأمهرة قالوا لهم خلاص خدوا أهليكم ولادكم أول منزل الأهالي ياخدوهم درمون بن نرموتون هم كمان في واقعة دامية دامعة تطهير عرق حقيقي بيقولك إنه هذا الكلام تشهد عليه كنيسة القديسة مريم في أشهر منطقة أثرية في أمراهيم بقول لي خمس دقايق فهو طيب خليني بس أروح سريعا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت إنه هيبقى فيه مؤتمر مؤتمر عالمي للديمقراطية مؤتمر عليم الديمقراطية يعلموا العالم الديمقراطية يعني مش عارفين إيه القصة لكن بقول إن المؤتمر اللي دعا إليه بايدن عشان يكلم عن الديمقراطية في العالم فأنا بنصح وبنصح بايدن ركز عن الديمقراطية في أمريكا أولا عدم التفريقة ao صدغ البيض اولا اه محاولة لملمة المجتمع الامريكي المنفاصل كل دي دي مقراطية مطلوبة فعلا يعني اعمل بنعمل اعمل مؤتمر الديمقراطية فامريكا عموما هو الراجل قال نعمل مؤتمر الديمقراطية وبسرعة بسرعة الاخوان ابراهيم مونير قاله احنا مع الغرب احنا مع امريك احنا خدامين امريك نعمل مؤتمر ونشوف يعمل اوف ماس واева النور صاحبنا ايمن نور بسرعة قالك واحنا كمان مع مين? احنا مع هذا المؤتمر ولو دعونا هنشارك وعايز يقول لهم يعني هو ايمان نور عايز يقول لهم والنبي ادعوني فقال لهم انا فاكر في الفين وسبعة لما جورج دابري وش الابن قال انا كان نفسي يكون ايمان نور موجود فهو ايمان نور بيغازل ايمان نور لو سمحته ادعوني وابراهيم منير بيقول والله انا كمان ما عنديش اي مشكلة لكن بيقول ابراهيم منير احنا كمان زهقنا من روسيا والغرب والشرق احنا عايزين نروح امريكا يبقى ستة ابريل قالوا احنا كمان مع المؤتمر الجماعة بتقع حزب البناء والتنمية خالد يشير فقالوا احنا ضد هذا الكلام طبعا في انت القناة لبايدن لعقد الكمة الديمقراطية صحيفة نيويورك تايمز اللي بتهاجم ترامب بتقول له انه يعني عليك بالبحث في حلول الديمقراطية الامريكية العرجاء هناك ديمقراطية امريكية عرجاء محتاجة الى ترميم ومحتاجة الى علاج قبل ان تقوم بالاستعراض على العالم وانا بقول هذا كلام داخل صحيفة النيويورك تايمز هي اللي بتقول هذا الكلام بيهاجموا اقامة هذا المؤتمر او هذا المؤتمر الذي يدعو اليه الرئيس الامريكي عموما المشكلة انه حزب غاد السورة تعايم النور طلع بيان يتقدم باول بلاغ لتطبيق قانون اسمه حزر خشيخجي قانون امريكي ضد الدولة المصرية وجايبين فيها بقى يعني ايه من اول الرئيس ومن اول الهجرة ووزيرة الهجرة وبعض الاعلاميين او قال لك ايه كما تضمن البلاغ تصريحات لوزيرة الهجرة والبلاغ مقطع بيقول والبعض الاعلاميين ابرزهم عمر قديم ومحمد الباز واحمد موسى وناشئة الديه ويوسف حسيني على قتل الصحف السعودي جمال خشيخجي ادعوه الصريح الى قتل وقتها العرب المعارضين والساسين بالخارج وكايمان كالدكتور ايمان نور والاعلام المعتز مطر والصحف والاعلام المعتز يا دكتور ايمان حزب غير الثورة ده حزب تافى يا دكتور ايمان انت بتقول انه يعني انا والباز وعمر والناس دي بندعو انت مين اصلا ومعتز مطر مين وناصر مين انتو مجموعة من التوافق يا جماعة يا جماعة انتو مش معارضين انتو مش معارضين انتو مجموعة مرتزقة يا دكتور ايمان يا نور قل لي حضرتك بخطة الشارق بتاعتك وحزب غير الثورة بيصرف منين بس سؤال بتجيه مفلوس منين يا جماعة يا جماعة احنا هتولي حاجة انا بيقول انا عنه زمالي كلهم حد قال قتل ايه بتاعي احنا الدولة المصرية ليس من صفاتها ولا من منهاجة القتل او التصفية والعاب وغيرها بقول لكم تعالوا اخر حاجة عندي معلش انا دايما بقول مع القانون وخلينا نقول يعني موضوع ايمان وفضله بكرا ان شاء الله بس قبل ما اروح لأيمان نور قبل ما اخطب يعني فيه واحد راجل راجل واحد اسمه ايمان منصور اسمه ايه خليكم معايا بس ايمان ايه ايمان منصور ليه تكاتب على الفيسبوك حد بقيت لي انا كاتب على الفيسبوك بيقول قاتل سمعوا معظم معظم اعلاميين يخدمون اسيادا متعددين متعددين اهو اهو الراجل ده هو الراجل ده بقول معظم اعلاميين يخدمون علينا يعني اسمعوا الله انا بشاهدكم معظم اعلاميين هذا الكلام هذا الكلام لمين للأستاذ كرم جاب رئيس المجلس على تنظيم الاعلام وللدكتور طرق سعد نقيب الاعلاميين والدكتور دلقر شوار رقيب الصحفيين ورئيس جامعة القاهرة الدكتور الخشت وللدكتور هوايدا مصطفى عميد كونية اعلام لان اللي كاتب هذا الكلام رئيس قسم الازاع والتلفزيون في كلية الاعلام جامعة القاهرة وهذه المصيبة يعلم ابناءنا احد هؤلاء بن قصين الكاذبين لانه راجل ده بيجذب بيجذب ليه بيقول لاته اسمع معايا معظم اعلاميين يخدمون اسيادا متعددين صاحب القناة والتمويل من ناحية صاحب جهاز سامسونج من ناحية اخرى والمعلنون ووكلات الاعلان من ناحية ثالثة اضافة الى بعض الاسياد غير الظاهرين وكذلك المصالح الشخصية ولذلك تأتي التوليفة العجيبة المتنافرة احيانا ويكون الرقص على كل الحبال ومحاولة ارضاء كل الاطراف على حساب الجمهور في حكاية بيكلم بقى بيكلم الراجل بيقول انا بقول صاحب جهاز السامسونج يحكم الجميع في المجال الاعلامي ويحدد شروط اللعبة تماما مثلما كان صاحب الكرة يفرد شروط اللعبة على في حوارين ايام الطفولة بيكلم تاني بيقول لا يوجد مزيع يستطيع ان يقول سطرا واحدا خارج المسموح به يستوي من يعمل في قنوات الدولة او في قنوات خاصة الرسائل الجماعية والتلقينات تتم على مدار اليوم وهي البصلة التي تحدد التوجيه للجميع وللمزيع ان يختلف في طريقة الالقاء او التقديم ولكنه غير مسموح له التغيير في النص او الخروج عنه المزيع ان يخطئ في كل شيء غير ان يخطئ في شيء متعلق بالرسائل الخطأ الاول هو عادة الخطأ الاخير والتجارب تؤكد ذلك والقطن ما بتكذبش زي ما بيقول الاستاذ المؤكد بيقول ان التلقينات والتعليمات دي اصبحت يعني مبالغ فيها وكما انه من الحب ما قتل فان من التعليمات والتلقينات ما يشوي النظام انا بقول للدكتور للأسف الشديد والله ما عرفه للأسف بيقول طلع دكتور في كلية الاعلام جميع القاهرة ورئيس خزم زعو التلفزيون الراجل ده بيوصف الاعلاميين المقال بتاعه عنوانه ايه المقال بتاعه عنوانه يا عزيزي كلنا اعلاميون اصده بيعمل اسقاط يا عزيزي كلنا اللصوص انا بقول له يا دكتور ايمن احنا مش لصوص احنا وطنيين وشرفاء يا دكتور ايمن انت اخطأت في حقنا وسنقاضيك وانا بقول تاني هذا بلاغ للنائب العام هذا الرجل بيوصم كل الاعلاميين في مصر انهما لصوص وبقول تاني لنقيب الاعلاميين تقوم بدورك رئيس المجلس الاعلام لتنظيم الاعلام ونقيب الصحفيين ورئيس جامعة القاهرة وعميد كليلت الاعلام احنا انا اقدم شكو على الهواء في المدعو ايمن منصور الذي كذب لانه ممعم في الكذب ممكن انا على فكرة مقرتش لحضراتكم اللي قاله علينا وقاله على احمد موسى وقاله على مين وقاله على مين ده مش مشكلة في اطار النقد المباح قول برحتك نشأة فاشي قول ابن ستين في سبعين ما عندش مشكلة لا اثور لنفسي لكن انتصف الاعلامي المصر كله ان هو بيجيله تعليمات انت خدام انتصف الاعلامي المصر كله ان هو شغال خدام وعنده خدام لأسياد كثيرين فانت تجاوزت الحقيقة والادب بقول تاني انت سب والله سب لان ما قلته تعاقب عليه قانونا سب وقذف وتطاول بفجاجة شديدة انا بقول لك يا دكتور اعتقد يا دكتور انت عندك مشكلة نفسية انا معرفهاش اعتقد دكتور انت بتشعر بفشل شديد في امر ما ما معرفوش ما اثر عليك بتهاجم الاعلاميين طب انا بقول باختصار شديد والله بالله عليكم اللي اكتبوا ايمن منصور الا يتطابق مع ما يقوله محمد نصر الا يتطابق مع ما يقوله ايمن نور سب الى ايمن نور ايمان نور في جامعة القاهرة محمد ناصر في جامعة القاهرة مع معتز مطر في جامعة القاهرة نفس الكلام اللي قاله ايمان منصور هذا الرجل اللي قدامي فيه مشكلة نفسي عبده ما عرفش شيء للإعلامين حطفق دماغه انا بقول له انت اخطأت وستعاقب مئة بالمئة وبالقانون دمتم في امان الله اشتركوا في القناة